اشتركوا في القناة كما تطرق الاجتماع إلى أبرز مشروعات هيئة تنظيم سوق العمل التي تسهم في ترجمة جهود المملكة في تطوير سوق العمل ومنها نظام تسجيل العمال والذي يعمل على تسجيل كافة العمال المستهدفة بالشراكة مع القطاع الخاص واطلع الوفد كذلك على أهداف ودور مركز حماية ودعم العمال الوفدة الذي يعد أول مركز شامل ومتخصص في منطقة الشرق الأوسط يعنى بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والإرشادية والقانونية والإيواء للضحايا خاصة الضحايا المحتملين في جريمة الإتجار بالأشخاص وأشكال الاستغلال كافة وحفظ حقوقهم العمالية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة